يتعرض التصنيف الاخير الذي حل فيه جواز السفر العراقي بالمرتبة الثانية والثمانين بعد المئة عالميا مع طموحات العراق في استرداد مكانته الدولية والاعتبارية بين الدول كما ينصف ويطموحات بان يمارس حقه الطبيعي في المعاملة بالمثل بناء على قوة علاقاته السياسية والاقتصادية مع الدول التي يسافر اليها مواطنوه او تتواجد فيها جالية كبيرة ويرجع متخصصون اسباب بقاء العراق في المرتبة الاخيرة عالميا الى الوضعين الامني والاقتصادي ففي الجانب الاول استمر العراق يعاني تردي اوضاعه منذ ما قبل التغيير وحتى اليوم حيث رسوخ النمط الذهني عن مشكلات ترافق خطوات ابنائه اينما حلوا وارتحلوا اما الجانب الاقتصادي فهو رهن بالمواطن العراقي المسافر ويؤكد المتخصصون على ضرورة تغيير الصورة النمطية التي طبعت عن المسافر العراقي كون الدول تبحث عن المواطن السايح والمستثمر وليس الباحث عن الاعانة واللجوء وارخص المناطق الاستكن والاقامة هذا وليس في القانون الدولي ما يفرض على الدول قبول وعدم قبول مواطني اي دولة السفر اليها فالامر رهن العلاقات البينية وقوتها وفيما عدا ذلك فان ثم تفئة اجتماعية لا تعنيها المشكلة من بعيد او قريب وهذه وجدت لها منافذة من خلال الجواز الدبلوماسي حيث تؤكد بعض الاحصائيات ان العراق منح ثمانية عشر الف جواز سفر دبلوماسي للمسؤولين وعائلاتهم وحواشهم واقاربهم ولبعض الشرائح ومنهم التجار والفاشنستات وعلى الرغم من محاولة الجهات المختصة حل مشكلة وثيقة السفر واصدار الوثيقة الالكترونية الجديدة الا ان هذا يبدو غير كاف ويبدو انه ليس في جوهر المشكلة فقد منعت الامارات قبل ايام قبول تأشيرة السفر بجواز السفر الالكتروني الجديد ولم تعطي توضيحا بذلك ان المشكلة اذا تلف وتدور وتعود الى حضن الحكومة الاتحادية فمن الطبيعي ان يبحث الانسان في ارض الله عن وطن بديل اذا استعصى عليه العيش في وطنه وعندما تحل مشكلة العيش والحياة الحرة الكريمة بفرص العمل الجيدة والحقوق والعدالة تنتفي الحاجة الى البحث عن وطن بديل سوى الذهاب للسفر والسياحة والتعرف على العالم مثل اقرانه في دول الخليج بل وكحال العراقي في السبعينات عندما كان مرحبا به في اكثر من مئة دولة حتى الاوروبية منها